ناس ما نزلش تفجير مش هفجر يعني مش تفجير طبعا أنا باسل شهين ممثل فلسطيني من قطاع غزة قطاع غزة المحاصر طبعا احنا نتحدث الآن عن الدراما فلسطينية تم إنتاجها في قطاع غزة مدام تم إنتاجها في قطاع غزة بقى هذه خرجت من الرحم المعاناة طبعا احنا أصحاب قضية الفن في قطاع غزة عبارة عن رسالة رسالتنا احنا بنوجهها للعالم بنوجهها لكل الدول اللي صدقت الرواية الصهيونية واستمعت إلها وشاهدتها في درامتها إذن لازم نحارب السيف بالسيف هم حاربونا بالدراما لازم نحاربهم بالدراما مع فرق الإمكانيات لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل رسالتنا ونصدر الرواية الفلسطينية الصحيحة العالمي خارج نحوالنا احنا في مسلسل قبضة الأحرار إبراز دور المقاومة الفلسطينية إبراز دوره العسكري أو الجهادي وإبراز دوره الاجتماعي دوره في بيته دوره مع أسرته دوره في حارته تعامله للناس ما بتعرفه يعني طبعا الناس بتشوف الشهيد فلان فلاني هو بيستشهد القائد في المقاومة لكن ما بيعرفه شأن حياته حاولنا احنا نبرز حياته الشخصية دوره الاجتماعي حياته مع أسرته مع زوجته يعني الحياة الدرامية اللي لازم تكون موجودة حتى أن يكون الشيء بقالب الحقيقي للدراما اللي احنا بنعمل لقاعدين أخكم في الله سعد العطار مخرج مساعد في مسلسل قبضة الأحرار مسلسل قبضة الأحرار عبارة عن ثلاثين حلقة مدة الحلقة خمسة واربين دقيقة سيعرض بإذن الله على قناة الأقصى الفضائية وبعض القنوات التركية والعراقية والسورية وقناة اليرموك في الأردن والزيتونة في تونس طبعا المشهد اللي شاهدتوه هو عبارة عن إظهار مدى جهزية المقاومة الفلسطينية للتصدي لأي عدوان إسرائيلي أو مجرد أن يفكر أنه يشتاح قطاع غزي كما اشتاحها سابقا حتى المقاومة الفلسطينية استعدادتها تشمل المحاربة بموضوع العقول ذكاء العقول يعني مش بس من المقاومة بسلاح وكذا لا اليوم في مخططات في تفكير في ذكاء في إفشال مخططات قبل أن تصل إلى حيز التنفيذ لأنه العدو يفكر ليل نهار كيف يعني يفشل المقاومة كيف يعني ينهي المقاومة أو يقضي عليها فن الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة يكاد أن يكون شحيح بعض الجهات الخجولة التي تستطيع أن تنتج فيلم هنا أو صهرة هنا أو مسرحية لكن القلة هذه تنتج عن الحصار المفروض عن عدم دعم الناس للقضية الفلسطينية بشكل دعمهم للسينما والدراما بشكل عام رشاد رشيد أبو سخيلة بدور البطل أمير دور البطل أمير يتكلم عن شخصية قائد عسكري يواجه عدة مشاكل سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاجتماعي في التسلسل الدرامي يبين المسلسل كيف يتخطى أمير هذه المشاكل التي يفرضها في أحيان قلة الوعي الاجتماعي وفي أحيان أخرى العدو الصهيوني أحد هذه المشاكل هو مشكلة الاغتيال المعنوي التي يسقط عليه الاحتلال الصهيوني وقلة الوعي في المجتمع تفشي هذه المشكلة ويصبح أمير في تحدي كبير أمام تجاوز هذه العقبة ترجمة نانسي قنقر